أهل العلم شق قالوا أنه يسن تلقينا المحتبر لا إله إلا الله لكن بدون قول قل لأنه ربما يضجر نعم يلقن الميت لا إله إلا الله يختم بها حياته بقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومنهم أبو طالب لو أنه قالها تقدا لمعناها دخل الجنة ولكن الله حرمه ذلك بسبب العصبية لدين الكهر وبسبب حضرة رجال السوء